وإنسانياً جددت الأمم المتحدة تحذيراتها من أن خمسة ملايين السودان قد يواجهون في غضون بضعة أشهر لنعدم أمن غذائي كارثياً بسبب الحرب للأهلية الدائرة في بلادهم منذ قرابة عام كوارث إنسانية وأزمات متعددة وهدنة متعثرة يرهنها طرف النزاع بتقدم على الأرض ومجاعة وأمراض تفتك بالصغار قبل الكبار في مناطق النزوح هذا هو مشهد الحرب في السودان المجاعة التي تلوح في الأفق حذرت منها منظمات الأمم المتحدة مراراً ودعت إلى تسهيل إيصال المساعدات لتجنب كارثة إنسانية وفي توقعاتها للمستقبل القريب حذرت اليونسيف من سوء تغذية حاد قد يصيب ما يقرب من أربعة ملايين طفل بما في ذلك سبعمائة وثلاثين ألف طفل يحتاجون إلى علاج منقذ للحياة وهنا في هذه المشفى يصارع هؤلاء الأطفال والرضع للبقاء على قيد الحياة بعد أن تعطلت مولدات الكهرباء ومثلهم الكثيرون في مناطق عدة في السودان وفي مستشفى آخر قمنا بزيارة الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية ومقدمي الرعاية لهم في ظلام دامس بسبب انقطاع الكهرباء كان المولد الاحتياطي قد تعطل قبل أسبوع تقريباً لذلك كانوا يعملون في الظلام ويحافظون على اللقاحات لاستخدام عبوات الثلج مجاعة وسوء تغذية يقابلها إدخال مشروط للمساعدات فالجيش السوداني يقول إن العديد من الطرق غير آمنة وأن الميليشيات والجماعات المسلحة تستحوذ على المساعدات بينما تصمر القيود على وصول العاملين في المجال الإنساني حيث أوضحت جيل لولير من منظمة الأمم المتحدة للطفولة والتي قامت بزيارة للخرطوم أن هناك مخزوناً كافياً من المساعدات الإنسانية في بورت سودان لكن إيصالها إلى السكان هو مشكلة مشكلة تفاقمت مع حجب الإنترنت وقطع الاتصالات بشكل شبه كامل وهو أمر يشكل بحسب منظمة العفو الدولية أخطاراً جسيم على تنسيق مساعدات الطوارئ والخدمات الإنسانية المقدمة لملايين الأشخاص المحاصرين في النزاع وقد أدى الحجب المستمر للاتصالات للحد من قدرة الملايين على التواصل مع عائلاتهم والبحث عن مناطق آمنة من القتال والوصول إلى الضروريات المنقذة للحياة فضلاً عن تلقي الخدمات المالية عبر الهاتف المحمول اشتركوا في القناة